السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في الكلام عن قواعد فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان ولكن المرة هذه ستختلف قليلا لن أتكلم عن قاعدة لا يطبقها بل عن قاعدة طبقها وليتما طبقها خلونا نسمع بإذن الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نسمع ماذا يقول في هذه القاعدة نعم نحن نحتاج إلى القواعد نعم الراسخون في العلم طريقة الراسخين نعم دفع المتشابه بالمحكم رد المحتمل إلى القاطع جميل شيء صحيح صريح ومن طريقة أهل الزيغ دفعوا الإحكام نعم وما يعلم تأويله إلا الله الآية بتمامها أحسنت وطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم الحديث أو الآية التي فيها تشابه نردها إلى المحكم فنأخذ بالمحكم وطريقة أهل الزيغ أهل الزيغ بالله بالمونتاج كذلك يكتب لنا أهل الزيغ وشما ننسى أن هؤلاء أهل الزيغ شما ننسى رد المحكم إلى المتشابه وطريقة رد المحكم إلى المتشابه طريقة الراسخين رد المحتمل إلى القاطع الصريح تمام هو يعيد لكي نفهمه ونحن نفهمنا وما عندنا أي مشكلة مع القاعدة القاعدة صحيحة وطريقة الزائغين رد الصريح رد الصريح إلى المحتمل تمام بدنا نعرف من هم الزائغون الآن أضرب مثال الخليف واختبني بدنا المثال لأنه بالمثال سنعرف الزائغين سنرى تطبيق الشيخ لهذه القاعدة الآن سنرى تطبيق الشيخ لهذه القاعدة كما قلت في المقدمة لأيته ما طبق لأن القاعدة صحيحة لكن تطبق في الواضحات ليس في الأمثلة التي ذكرها الشيخ لأنه سيأتيك الآن إلى مشكلة كبيرة يعني لو أنه طبق مثلا في صفات الله سبحانه وتعالى جميل طبقها في كبريات المسائل التي خالف فيها الزائغون جميل لكن أنظر الآن بماذا سيطبقها صلاة الجماعة صلاة الجماعة أخيل بماذا سيطبق لنا القاعدة لينفرق بين طريقة الزائغين وطريقة الراسخين فيها أدلة تدل على فرضيتها من الكتاب والسنة وتطبيقات الصحر أدلة كثيرة 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 ما في إشكال تربو على العشرين دليل الله مئتين ما في إشكال مهم أدلة واضحة صريحة بأن صلاة الجماعة فرض على كل ذكر طيب حديث وبعض الأدلة حديث وبعض الأدلة جيد صلاة الجماعة تنقسم استدلالات ولا تسميت أدلة واضحة صريحة يعني الآن الذين تركوا العشرين دليل الصحيحة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة وأخذوا ببعض الأدلة اللي هي غير صريحة هم الذين تنطبق عليهم القاعدة قاعدة التفريق بين الراسخين والزائغين ضربت فيها مثالا في صلاة الجماعة يا شيخ في صلاة الجماعة مسألة خلافية جمهور المذاهب الأربعة جمهور علماء المذاهب الأربعة يقولون بأن صلاة الجماعة غير واجبة يعني جمهور علماء المذاهب الأربعة بما فيهم أئمتك طلعوا زائغين بمثالك الخاطئ بتطبيقك الخاطئ لهذه القاعدة لأن هذه القاعدة كما قلنا يا إخوة تطبق على كبريات المسائل ليس في مسألة خلافية كهذه يعني إمامك النووي في كتابه المجموع المجلد الرابع صفحة 189 ماذا قال؟ فرع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمسي قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية يعني مو فرض على الأعيان فرض كفاية بحيث أنه إذا في ناس صلوا في المسجد فتسقط عنك يسقط عنك الإثم ولا يجب عليك أن تصلي في المسجد طالع ما أن هذا المسجد معمور في ناس تصلي فيه هذا معنى فرض كفاية مثل السلام واحد سلم إذا رد عليه واحد فلا يجب على الباقي أن يرد ولكن يستحب ومتى يأثمون إذا ما أحد رد فالآن يقول لك مذهبه النووي أنها فرض كفاية يعني ما ذهب إلى فرضيتها على الأعيان بالعشرين دليل اللي عندك وقال وقال وبه قال طائفة من العلماء يعني مو هو ولا حاله ولا الشافعية لوحدهم ولا كذا ثم قال وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلا أنها سنة يعني من الزائغين هم أكثر العلماء أكثر العلماء طريقتهم طريقة الزائغين طب ماشي زائغين بصلاة الجماعة ولما يتوع عند صفات الله اللي هي فعليا تطبق عليها قاعدتك في صفات الله في أصل من أصول الإيمان لا عند ذلك لا نطبق يعني تروح تطبقها في مسألة خلافية خلافها واسع ومخالفك فيها النووي يقول إنهم الجمهور والنووي بنفسه يخالفك فيها النووي يطلع على طريقة الزائغين طيب ثم أتى بأدلة الموجبين ورب عليها وهذا المنذري في كتابه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب صفحة 106 قال قوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام الحديث دليل على ما كان من عدم وجوب الجماعة هذا كمان زائغ والجمهور زائغون طيب وهذا الشوكاني في السيل الجرار باب والجماعة سنة مؤكدة قال قوله باب والجماعة سنة مؤكدة أقول هذا هو الحق فإن الأحاديث المصرحة بأفضلية الجماعة على صلاة الفرادة منادية بأعلى صوت بأن الجماعة غير واجبة ومن هذه الأحاديث هذا الذي ذكرته أنت اللي عملته بإيدك وقلت حديث أبي موسى رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرم في الصلاة أبعدهم إليها منشأ إلى أن قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها الإمام أعظم أجرم من الذي يصليها ثم يلا يعني اللهم مستعب وابن عبد البر أيضا في كتابه التمهيد 11 579 يقول وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية وليس فرضا محكما على الأعيان وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطين المساجد فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة ما الدليل؟ يقول له صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذي بـ 25 درجة طيب يعني هؤلاء كلهم اتبعوا طريقة الزائغين وحضرتك يا فضيلة الشيخ أنت اللي راسخين يعني ابن عبد البر زائغ وأنت راسخ ما وجدت إلا هذا المثال لا وجد أمثلة أخرى للأسف طيب كشف الوجه في أدلة صريحة بالتحريب وفي أدلة محتملة طيب كشف الوجه من الذي أخذ بالأدلة المحتملة واتخذ طريقة الزائغين أنا مع وجوب تغطية الوجه ولكن ما أقول عن مخالفي في مثل هذه المسألة زائغ ولا أطبق عليه قاعدة الزائغين ولا أطبق على هذا المثال قاعدة الزائغين لأن المسألة محتملة في الخلاف الشيخ الأرباني من الذين على قولة وليد بن راشد السعيدان سار على طريقة الزائغين أخذ بالأدلة المحتملة وترك المحكمة يستحب ولا يجب طريقة زائغين أخذ بطريقة الزائغين يا رجل خلينا نعرف من هم العلماء عند الشيخ وليد بن راشد السعيدان بل إنه نشأ لنا طائفة يتخوضون في أعراض العلماء بلا علم ولا برهان عليهم من الله ما يستحق من هم هؤلاء العلماء الذين تدعوا على مخالفك فيهم بإخراص الألسنة طب هؤلاء العلماء الذين تدعوا على من يخالفك فيهم طبعا جزاهم الله خيرا على ما عندهم لكن الذين تدعوا وتقول هؤلاء العلماء والذي يطعن بهم أخرص الله لسانهم أشبه ذلك هذا الدكتور سلمان العودة أنت بنفسك تقول هو من العلماء وتدعو على من يخالفه ومن يسقطه لا يستطيع أن يسد مسده إلى آخره قال أما النقاب فهو إحدى صيغ الحجاب وفي وجوبه اختلاف معروف ما قال زائغين وراسخين يا شيخ فانتبه القاعدة صحيحة لما طبقتها على أمثلة في مسائر خلافية كبرى واختلف فيها جحافل من أهل العلم وأدلة الطرفين فيها قوية أساسا فتأتي تطبق عليها قاعدة زائغين وراسخين التطبيق غلط الله يهديك يعني أنت الآن الذي أسقطت جمهور أهل العلم وجعلته من الزائغين النووي يقول لك الجمهور على استحبابها الجمهور عندك زائغين من خليت لنا حتى الذين أنت عددتهم أهل العلم سفروا حوالي يعني سفروا سلمان وكذا وفقهم الله وفرج عنه هذا الدكتور سلمان يقول لك ماذا فيه خلاف معروف الألباني يذهب إلى الاستحباب والنووي إمامك يقول في صلاة الجماعة ما يخالفك واتخذ طريقة من سميتهم زائغين ما ينجوز هذا يا شيخ والله يهديك نسأل الله سبحانه وتعالى يوفيقك الخير والصواب التسرع والتطبيق الخاطئ إشكالية كما أن عدم التطبيق إشكالية والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر